الجهاز البولي التناسلي في سمكة البلطي يتميز سمك البلطي بعدم وجود اشتراك بين الجهاز الإخراجي والجهاز التناسلي فهل تعلم ما هو تركيب الجهاز البولي التناسلي وكيف يمكن معرفة جنس السمكة؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً يتكون الجهاز البولي لسمك البلطي من كليتين مستطيلتين موجودتين أسفل العمود الفقري حيث تخرج من كل كلية قناة بولية تتحد مع بعضها البعض لتعطي قناة بولية مشتركة وينتفخ فيها جزء يسمى بالمفانة البولية ويمكن من خلالها تمييز جنس السمكة فلو اندمج معها قناة أخرى فتكون ذكراً وذلك لاندماج الجهاز البولي التناسلي أما بالنسبة للأنثى فلا يوجد اندماج بين الجهاز البولي والتناسلي وعليه يمكن توضيح الفرق بين الذكر وأنثى السمك البلطي بالشكل التالي تركيب الجهاز البولي التناسلي في الذكر عبارة عن كليتين وقناتين بوليتين وخصيتين ووعاء ناقل اندمجوا مع بعض ليكونوا قناة بولية مشتركة وهي الفتحة البولية التناسلية أما الجهاز البولي التناسلي في الأنثى فيتكون من كليتين قناتين بوليتين وتكونان قناة بولية مشتركة وهي الفتحة البولية وهذا هو الجهاز البولي وهي منفصلة عن الفتحة الإخراجية أما الجهاز التناسلي فيتكون من مبيضين قناتي بيض وتتجمعان لتكونان قناة بيض مشتركة ومنها إلى الفتحة التناسلية والتي تقع بعد الفتحة الإخراجية